طالما كان الشباب والوطن ركنين متلازمين نهوض الثاني مرهون بالدور الريادي للأول وفي العراق حيث الوطن في عمق جراحه وأحلك ظروفه لا بد من البحث عن الشباب أينهم وأي مكانة وضعتهم بها الحكومات المتعاقبة بعد الغزو عقول جبارة ونخب تحدت صعوبات الحياة لتنهي دراستها الأكاديمية وفي النهاية تبقى على رصيف الانتظار المر لا وظائف ولا اهتمام حكومي فتصبح البطالة والفقر العنوان الأبرز لواقع الشباب العراقي لكن سوء الواقع الاقتصادي وثق لهم الإعالة يدفعهم إلى الخروج من الوطن بحثا عن العمل لمن استطاع إلى ذلك سبيلا ومن لم يستطع يضطر إلى تحويل شهادته الأكاديمية إلى تذكار ويجول الأسواق بحثا عن عمل بأجر متدنن ليسد احتياجات ذويه وفي حال عدمت وسيلة الوصول إلى أي عمل يصبح الشاب العراقي فريسة للتسكع في المقاهي وتعاطي المخدرات هربا من واقعه والبعض يجد في الانتحار العلاج الأخير لضغوط الحياة القاسية وعندما يكون الواقع المفروض على الشباب العراقي بهذا الشكل يجد قادة الميليشيات البيئة مناسبة لتجنيد الشباب في صفوف فصائلهم وبأجور زهيدة ليقاتلوا خدمة للمشاريع الإيرانية وفوق جثثهم يعيد حكام طهران وأتباعهم في العراق طريقة مصالحهم تمزيق المجتمع بضرب أهم فئة عمرية فيه سياسة ممنهجة لوحظت في العراق منذ 16 عاما لكن هذه الفئة العمرية ما توقفت عن المطالبة بحريتها ضمن وطن خال من عقلية حكم الإقصاء وطائفية وغير مرتهن للاحتلالات الأجنبية وما التظاهرات الشبابية التي لم تهدأ في العراق إلا دليل على استمرار الحراك رغم العقبات وصولا إلى غد أفضل يكون للشباب دور الريادة فيه